بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة من نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إنه يوم مبارك فضيل وينبغي على المؤمن والمؤمنة أن يستغل فيه كل دقيقة بل كل لحظة وثانية لماذا؟ لأنه يوم مبارك ويوم عيد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طيب لو أن شخصا لا قدر الله تأخر عن صلاة الجمعة فلم يأتي إلا في التشهد الأخير هل تحسب له الجمعة ويصلي ركعتين أم يصلي الظهر أربع ركعات جمهور العلماء على أنه يجب عليها أن يصلي الظهر أربع ركعات لماذا؟ لأنه لم يدرك صلاة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة أو من أي صلاة فليتم مثلها فقد أتم الصلاة أو فقد أدرك الصلاة فينبغي أن نبادر وأن نبكر وأن نحرس كل الحرص على أن لا نتأخر وأن نسارع في طاعة الله سبحانه وتعالى وفق الله الجميع وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته